اشتركوا في القناة وفي العالم أجمع فمع زيادة المعروض من النفط نتيجة استمرار الضخم من مشروعات غير تقليدية مرتفعة التكلفة وتباطئ نمو الاقتصاد العالمي اتسعت الفجوة بين العرض والطلب مما أدى إلى تسارع هبوط الأسعار إلى مستويات قياسية وأصبح الوضع الراهن يشكل تحديا لنجاح خطط التنمية هناك كثير من الدول منتجة في القرار لا يقود إلى طرف واحد إذا طرف واحد خفض الانتاج الأطراف الأخرى ممكن أن ترفع الانتاج تعوض حاجة السوق تحدي وهي شخص ساعة ت Late Kuze مجرد مجرد حيث أتمنى حيث اشتركوا في القناة